اشتركوا في القناة وتداركا للموقف الذي اثر سلبا على سلامة هؤلاء المواطنين والذي يتحمل مسؤوليته كل من له شأن بالرحلة الجوية غير المباشرة التي تمت يوم امس من خلال عدة مطارات بايران ومطار الدوحة ودون اختار مسبق او اي اعتبار للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لضمان صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات كافة واشادت بجهزية الطاقم الطبي في مطار البحرين الدولي والذي قام بكل الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين العائدين وفق الاجراءات الاحترازية الطبية المحكمة المتبعة من قبل وزارة الصحة لكافة القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وكذلك المواطنين والمقيمين وقالت ان مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قادرة دائما على تجاوز التحديات وانه واثقة كل الثقة في مدى وعي المجتمع البحريني وحرصه على دعم جهود المملكة لحفظ سلامة وصحة الجميع واكدت ان مجلس النواب يولي اهتماما بالغا بسلامة جميع المواطنين والمقيمين ودعت معاليها الحكومة الموقرة لاطلاع مجلس النواب على خطة اجلاء المواطنين المتواجدين في الخارج ومستجداتها وشددت على ان التعاون المشترك والتنسيق الفعال وتحمل المسئولية الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية يعد واجبا وطنيا يتحمله الجميع وشددت رئيسة مجلس النواب بضرورة التزام كافة المسافرين بالاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين واهمية التنسيق المسبق مع الجهات المعنية بمملكة البحرين لضمان اتمام جميع الاجراءات بيسر مع المحافظة على سلامتهم وصحتهم